تلونت سماء مكة المكرمة بجمال الفوانيس المكية وألوانها الزاهية وارتفع صوت المجس الحجازي ليعلن انطلاقة النسخة الثانية من مهرجان فوانيس مكية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية على مدى عشرة أيام حاملاً أصالة الماضي بكل فنونها وعبقها فوانيس مكية جمعت كثير من الأصحاب والأصدقاء وجمعت أهل مكة سواء من التجار أو غير التجار فتعتبر خطوة جبارة في مكة بإدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة بقيادة أخونا رئيس الغرفة التجارية هشام كعكي وتتضمن فعاليات المهرجان عدداً من الأجنحة والأركان التوعوية للقطاعات الحكومية ومشاركات متنوعة لشباب وشابات الأعمال والأسر المنتجة فيما تنوعت الفعاليات لتشمل كافة الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال أنا أشتغل شغال يدوية وأحجار كريمة سبحة وقلادة سبحة وخاتم سبحة وتعليق الجوال ولا تصاميمي وأحجار كريمة كما يجتمل المهرجان على المركاز المكي ومعرض للتراث القديم والعادات والأكلات الرمضانية ومباسط لبيع الأغذية ومنطقة عربات الطعام المتنقلة والوجبات السريعة من خلال عربات الفوت تراكس وأيضاً تقديم مسابقات ثقافية وفنية جهود مباركة ومتتالية غرفة بتطرحها دائماً وأبداً والتمسناها وحاسين فيها وندعو كل الزمل والأصدقاء والأحباب وأهل مكة والزوار المعتمرين أن يزوروا هذا المكان الجميل وأيضاً ما يحرمون من دعائهم كل عام وأنتم بخير فوانيس مكية ستضيء الليالي الرمضانية وسيعيش معها أهالي مكة وزوارها أصالة الماضي وازدهار الحاضر تركي الأحمر مكة المكرمة